السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونات العالم الافتراضي في هذه الحلقة سأحكي لكم أو سأشرح لكم تطبيق لمن لا يعرف هذا التطبيق فهو شبكة اجتماعية مخصصة للفيديو فقط يعني هو شبيب الانستجرام إلى حد ما ولكن مخصص فقط ل المتابعين الذين يتابعونك أو الذين تتابعونك طبعا الميزة أو الشيء الذي فريد من نوعه في هذا التطبيق إنه يمكنك التصريب باستخدام الكاميرا الامامية وكذلك الكاميرا الخلفية لهاتفك بطبيعة الحالزة أشهر لكم طريقة استعمال هذا التطبيق وكل خصائصي في هذه الحلقة لا تبتعدوا كثيرا وإقعوا معي حتى نمر إلى الشرح وأوريكم هذا التطبيق الرائع إذا المشاهد الكريم هذه هي أيقونة البرنامج تقوم بالبحث عنها في الأبستور أو تنزيلها من الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو بعد ذلك بعد تنزيل البرنامج تقوم بالدخل إليه الآن هذه هي واجهة البرنامج من الأيقونة التي على اليمين تستطيع من هنا إضافة صورة شخصية للبروفايل وكذلك كتابت بعد بعض المعلومات عنك وكذلك هيظهر عدد الفيديو التي قمت برفعها والمتابعين والذين يتابعونك والذين تتبعهم بطبيعة الحال هنا تستطيع من هذه الخيار يعني مشاهدة الذين تتبعهم أو الأشخاص يعني المستخدمين إقونة السيرج تستطيع الباحث يعني عن إذا صح التعبير على حسب يعني الوصفة الذي يستخدمه البرنامج أو مستخدمين آخرين يستخدمون نفس البرنامج ومتابعتهم ومتابعتك إذا أرادوا ذلك من هنا من المنطقة تستطيع اختيار أو البحث عن فيديوز أو تويسرس على حسب المنطقة يعني تختار من هنا منطقة وتستطيع بعد ذلك مشاهدة الأشخاص الذين يقومون برفع الفيديو من هذه المنطقة من هنا من الأيقونة التي في المنتصف أيقونة تنظرات تستطيع تسجيل الفيديو الذي تريده سأريكم ذلك طبعا الخيار الأول هو أن نقل عيوننا على علامة التسجيل التي بالأسفل هكذا هنا نشاهد الدجاجات كما ترون هكذا الآن أقوم بالتصوير بالكاميرا الأمامية الآن أقوم بإيقاف هذا التصوير وأصور بالكاميرا الأمامية كما ترون أتبع الفيديو على فكرة أتبع الفيديو وأعلق على كل لحظة كنت بتصويرها إذن أتبع هكذا إذن هذه دجاجة وهذه دجاجة أخرى هذه شجرة وهذه غرسة وهذا صوت المضخة إذن ننتهي من تصوير الفيديو هكذا إذن الآن تهينا من تصوير هذا الفيديو تضغط على next لنشره تختار only me يعني إذا كنت تريد يعني نشره فقط لك أنت أو إذا كنت تريد مشاركته مع عامة الناس أو مع كل الناس public من هنا بعد ذلك تضغط على done ويتم رفع الفيديو على حسابك بنجاح وهنا انتهينا من شرح هذا البرنامج المتميز والرأى إذن كما رأيتم مشاهدين الكرام تطبيق رائع للغاية يمكنك التصوير باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية ومشاركة هذا الفيديو مع المتابعين وميزة أيضا أنه يمكنك حفظ الفيديو أو الفيديو الذي تصويره في ألبوم الكاميرا شكرا لحساب متابعتكم ورجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لاتبخوا عليه بالنقر على الزر لايك وسبسكرايب لي القناة يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني قموا نقرأ عليه قبل أنهاء الفيديو لأن ذلك وشجعني كثيرا على الاستمرار في تصوير الحلقات وكتاب التدوينات في كل مكان يعني ربما هنا في طبيعة يعني بين الأشجار أو ربما في أي مكان آخر لا تنس كذلك العجاب بصفاتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة TH3W.com يوجد حلقات تبهيومية وتدوينات في كافة المجالات تقنية أتوقف في حلقة قادمة إلى اللقاء